اشتركوا في القناة نتمنى أن لا تكترس لمن لهم أبواق وخربوا البلاد يعني هذا يعني أنا كلفتي أن أنقل تحيات كل القصر الجمهوري على رأسهم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الله يحفظ حفظه الله سلم لي لي كثيرا والله معكم نحن نريد أن نقول لك شيء أستاذ حفيظ أنت علم يعني كبير ومعروف مواقفك الجيدة والقوية نتمنى أن لا يعني يرجعك أحد عن هذا القوة في الدفاع عن الأوطان العربية التي دمرها هذا ما يسمى الربيع أبدا 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 سيدتي أبدا هذا ليس الربيع لكن هذا خراب هذا خراب البلاد يا أستاذ حفيظ خراب للبلاد خراب للديار ماذا فعلوا فعلوا خربوا البلاد باسم الحريات والديمقراطيات وهذا المدعو فيصل القاسم باع وطنه أول من باع وطنه أول شخص وكان سعيد فخور بتهديم بلد وكان سعيد فخور كل مرة يموت ناس كل مرة يتهدم سوريا كل ما كان سعيدا ومنتشيا وكان سعيدا نعم هؤلاء الأشخاص ينكرون فضل البلاد عليهم درسة وتعلم وترعرع في هذه البلاد والمال والشهرة سبحان الله أنت لا ينقصك لا مال ولا شهرة ولكن مواقفك الثابتة أستاذ حفيظ هذا يعني يدل على النبت الطيبة ونحن طبعا علاقتنا علاقة السيد الرئيس مع الجزائر علاقة قوية أنا عارف سيدتي ولا يدمرها أحد أستاذ متى ستكون لك زيارة إلى دمشق؟ والله يسعدني يا مدام والله يسعدني هذا رقمي لقافي تواصل في أول ناسبه سنوجه لك دعوة رسمية بإذن الله باسم السيد الرئيس الدكتوري بشار الأسد الباقي رغم أنوفهم الباقي وسنراه قريبا في جزائر نعم نعم سيزور الجزائر مرفوع الرأس مرفوع الرأس ساعتها خلينا نشوف الدكتور فيصل القاسم ما يسمي نفسه دكتور فيصل القاسم ماذا سيفعل؟ ماذا سيكتب؟ هل إذا وجهنا لك أستاذ حفيز دعوة هل ستكون ملبي لهذه الدعوة؟ يسعدني ولن تكترس لما سيكتبه فيصل القاسم؟ والله لا يحن شعر بالني يا سيدتي والله لا يحن شعر بالني لك كل الأحترام والتقدير أستاذ حفيز صدقني صدقني أريد أن أقول لك شيء أهم البارحة كنا مجتمعين بالسيد الرئيس الدكتور المتواضع الدكتور بشار الأسد ما يسمي وزوجته الرائعة قالوا كلام عنك أنا أنقوله لك باسم الدكتور بشار أنك علم من أعلام الرياضة الكبير اسمك لامع ما يحفظ والرجل العربي الأصيل ما يحفظك ما يحفظك الأقل منه واجب سيدتي سألني إليهم كثيرا والله معكم وإن شاء الله نشوف سيد رئيس الجزائر إن شاء الله إن شاء الله لا أعرف هناك يقولون أنك كتبت تغريدة أخرى تعتذر منها من الشعب هما اعتقدوا أنك أبدا أبدا ليس صحيح أبدا أرديت ومكتبوا بأرديت وقلت بأنه أنا لا أقصد الشعب السوري الشعب السوري على العين والرس أنا لا أقصد شعب السوري لا فسروها فسروها أنك اعتذرت من ما يسموا يعني أعداء الوطن يعني هكذا فسرت هو في السلاة هو في السلاة وأبواكه يعني هو موجود التغريدة واللغة العربية السليمة وما فيهاش ولا هو حب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري وكأنه أنا لازم لما سبيته سبيت الشعب السوري أنا لم أسب شعب السوري شعب السوري حر شعب السوري حر نعم لازلت على تغريبتك الأولى أنه ما ندمروا البلاد أنت تقصد ما ندمروا البلاد خرجوا ثورات ودمروا البلاد لكي يسقطوا رئيس جمهورية منتخب منتخب بشكل ديمقراطي طبعا سيدتي طبعا سيدتي وحب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري حب يعمل لي مشكل وصلتني ردود من سوريين محترمين هنا وحتى من سوريا يعني من حتى موجودين معي زملاء قلت لهم أنا ربيت على هذا ما يسمى الدكتور أنا هو اجدخلني في الشعب السوري نهاجموا بذلك الشكل هو اللي خان وطنه هو اللي دمر وطنه وفاري حالي تدمير وطنه وفاري حالي تدمير وطنه وحرد أيضا وحرد على الدكتور بشار وعلى سوريا سوريا العظيمة اللي كانت لا ينقصها شيء لا ينقصها شيء دمروا البلاد يا أستاذ دمروا البلاد أنا لم أغير موقفي ومستعد لكي أجدده غدا وبعد غدا وبعد غدا أبدا لا فسرت الشعب السوري ليس فيه فقط معارضين الشعب السوري في الجزائر فيه معارضين فيه المؤيدين ونحترم كل الناس وهذا هو المجتمع الصحيح اللي فيه فيه حيوية وفيه رأي رأي آخر وفيه احترام للبلد وفيه المحافظة عليه حتى ولو اختلفت أنا وانتي لكن لا نختلف على وطننا لا نهتم وطننا هناك العديد في سوريا وأستاذ حفيز هناك العديد من السوريين مقيمين في سوريا يعارضون ويتكلمون ولا أحد يفعل لهم شيء وهذا من حقهم هذا من حقهم سيدتي من حقهم وهذا من حقهم وهم أحرار في ذلك أنا لا شأنني ليبي أنا رديت على السيد الذي انتقدني وانتقد بلدي رديت عليه كشخص صورت فقط بأنه هم اعتبروا التغريدة أستاذ حفيز اعتبروا التغريدة الثانية هي اعتزار من السوار أو ما يسمون المعارضة أبدا سيدتي هذا ما عاهدناك هذا ما عاهدناك فيه يا أستاذ حفيز دراجي الرائع اللي قريبا سنقل تغريدتي واضحة ومكتوبة باللغة العربية واللي عنده نواية صادقة إذا ما كما هي أما اللي عنده نواية خديثة فإفهمها كما يريد بس نعم نعم صحيح صحيح لك كل التحية والتقدير ولك سلام خاص أمرت أن أنقله لك من الدكتور بشار الأسد وحرمه اللي ميل عليه كثيرا وقليله لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الزائف هذا أقلش لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر الدولة فقط نعم متى سنرى السيد الرئيس في الجزائر؟ متى تتوقع؟ والله بإذن الله سيحضر بإذن الله أنا مطلعا عنك من قياد بإذن الله سيحضر هل هناك ترتيبات برأيك هذا الأمر من الجزائر؟ طبعا هل تستطيع جزائر أن تتحمل هذه النتيجة برأيك؟ طبعا جزائر سيدتي لا تخاف لأنك لائم وبعدين نحن معرفين بمواقفنا حتى ولو كانت مواقفنا في بعض الأحيان لا تعجب البعض لكن مواقفنا سابسة من قضايا أمتنا ونحن مع عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية وعودتها سيجعلها أيضا متعبر عن وجهة نظرتها وتكون جزء من هذه المنظومة العربية مثل ما كانت من زمان وعادي جدا فرض من العائلة يرجع لعائلته نحن نرى الآن الكثير يعود لمصالحة الدولة السورية وليس نظام هو دولة قائمة بحد ذاتها رغم التآمر عليها هو فقط يعني بداية المشكلة كانت بينك وبين ما يسمى فيصل القاسم كانت بسبب فلسطين أعتقد صح؟ نعم الأصلها هي قرية الفلسطينية والأصل هو قرية الفلسطينية وبعدين هو أنا عاربان المغلبي والمصر كما نصنع وتتعرفي متاعبنا ومشاكلنا مع المغلبي وشفتي أيضا الحراك اللي صرع بيني وبين نظام المخزن مثل ما يسمى منذ سنة تقريبا في وصائف التواصل الاجتماعي ونكتهكم كبير علي وعلى بلدي وهو جزء وأنا أعتبره جزء من هذا النظام المغربي الذي نناسك عليها أشياء ربما وصار حتى يتكلم مغربي حتى في تغريداته الآن ينشر تغريدات بلهجة مغربية تقصد تقصد فيصل القاسم نعم يكتب تغريدات باللهجة الدرجة طب باللهجة الدرجة المغربية نعم نعم أعتقد منذ قليل منذ قليل كتب تغريدة أنا لم أفهمها ما زيقصد فيها لم أفهمها ليس التغريدة على الفيسبوك على الفيسبوك كتب لا أعرف ليس عندي هاتف آخر لكي أنظر إليها ولكن لم أفهمها يعني هل هي باللهجة الجزائرية؟ نعم هي باللهجة المغربية ماذا يقصد فيها ماذا يقصد فيها؟ الله يسمحيني نعود نطلع عليها في تليفون آخر وممكن نقول لك ماذا يقصد بها لا أعلم سمحيني باستقيقة لا تفضل أنا معك أنا معك اللي فيه الفيز كيقفز ماذا يقول؟ اللي فيه الفيز كيقفز هو معنى المغربية ما معنىها؟ معنى اللي فيه في نفسه شك هو اللي يربي يعني هو اللي يربي أنا لم أفهمها يعني أنا لم أفهمها وكلفت أن أسأل حضرتك ما معناها يعني؟ هذه باهجة مغربية آآ يعني هو الآن يرد بلسان المغاربة كون أن فيها مشاكل بين المغرب والجزائر طبعا والآن المغاربة دعمينه كلهم بدي طبعا فيه سب وشتم كبير جدا من طرف المغاربة كلهم يدعموها طبعا لأنه حسب رأيهم قد تنسلني أو حجمني أو حطني في موقع محرج لكن أنا لا يحليني هذا الأمر تماما صدقيني بأنه حتى تغريبتي بتعني أبدا لم تكن اعتدار لأنه لما تكتب اعتدار اعتدار واضح هم تفاعلوا معها على أساس أنك تراجعت عن كلامك وأنك تعتذر من ما يسموا نفسهم المعارضة أو الثوار أعلم ذلك لذلك أنا أمرت وكلفت من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في أن تحدث معك وأشكرك بشكل مباشر بلسان الدكتور بشار وقال لي حرفيا أنت العربي الأصيل سيصل حتما وسأبلغ تحياتك وسلامك واستعدادك في الأيام القادمة لطلب دعوتك بشكل رسمي إلى سوريا ونحن لا نخاف من أحد أبدا أبدا سيدتي أبدا الله يحفظك الله يحفظك ويومك جميل إن شاء الله أشكرك جزيل الشكر أشكرك أستاذ حفيز دراجي أشكرك جزيل الشكر دعني أقول لك شيء مهام أيضا أستاذ حفيز أنت علم ولا يهمك نباح الكلاب لا يهمك نباح الكلاب لا يهمك دعني أقول لك شيء أيضا هام جدا أستاذ حفيز دراجي أستاذ حفيز دراجي للأسف أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الدكتوريين أنا ميسون بير أدار وهذا اعتراف منك بأنك عميل لنظام قتل شعب وشرد شعب وهجر شعب يعني فعلا خسارة كبيرة أنه إنسان مثلك متمكن بالحياة أن يكون مع أنظمة ديكتاتورية قاتلة مجرمة وأنا أتشرف بالدكتور فيصل القاسم وأمثاله وهو تاج فوق رؤوسنا نحن الأحرار بس هذا الشيء اللي حبيت وصل لك ياه أنه سهل جدا أنه الواحد يضحك عليكم كتير سهل لأنه أنتو من برة هلا هلا ومن قوة يعلم الله تعرفوا المثل هاد يا أستاذ حفيز سكر سكر أستاذ حفيز دراجي بعد ما أكل الصاروخ الأرض جو كان معكم حفيز دراجي وميسون بير أقدار وعاشت سوريا هر ويسقط كل مؤيد لبشار ترجمة نانسي قنقر